كريم الحاج ابن قرية بيت سيرة كان معتادا على المرور من هذا الحاجز إلى مدينة رامالله بشكل يومي لكنه تفاجأ بإغلاق الحاجز من قبل جيش الاحتلال دون سابق انذار قبل حوالي الشهرين تفاجأنا بإغلاق هذا الشارع دون سبب ودون عذر توصلنا مع المجلس بالخصوص والمجلس بدوره تواصل مع الارتباط الفلسطيني فأبلغوا بقرار من الجيش وتم إغلاق الشارع هذا الحاجز العسكري يربط قرية بيت سيرة وعددا من القرى الغربية بمدينة رامالله وبإغلاقه فإن الاحتلال يقطع طريقا حيويا أمام أربعين ألف مواطن من تلك القرى ويجبرهم على أن يسلكوا طرقا أطول وأكثر صعوبة للوصول إلى مدينة رامالله وهم اليوم يناشدون لإعادة فتح الحاجز نشيد بالمؤسسات الرسمية والجهات الرسمية بفتح هذا الحاجز للدرورة الكسوى ولحاجة المواطنين نحن صرنا للف مناطق ثانية وتأخذ وقت بزيادة وبالتالي ارتفاع العسعار وتأخير بضاع على التجار سيارات الأسعاف والحالات المرضية التي كانت تخرج منها بشكل طارق وبشكل سريع اليوم نحن نحن نلف فيها على مناطق بعيدة وبالتالي أثر على حياة المواطنين هذا الحاجز تعرض لإغلاق إبان الانتفاضة الثانية عام 2000 وبعد احتجاجات مكثفة ورفع قضية إلى محكمة الاحتلال العليا تم إعادة فتحه ولكن اليوم القرار العسكري لجيش الاحتلال كان له الكلمة الفصل وأغلق الحاجز حتى إشعار آخر